في اشخاص اكتر من شخصين عم بيرقبوك عم انت اعلى منهم انت بمرتبة اعلى منهم هما نفسهم يوصلوا لهاي المرتبة او نفسهم يوصلوا لك يعني فمش قادرين مش قادرين انه يوصلوا لك وكأنك انت حاطت حواجز او شغلة بينك وبينهم انا بحكي لك هدول الشخصين ابدا مش ناويين على خير هاي من الاشياء السلبية اللي ظهرت لكن في مسافة بينك وبينهم اللي هو يعني مش متأسر في الموضوع وانت في مرحلة متقدمة وهما لا زالوا يحكوا في امور ابعيدة اللي هي قديمة كتير وعم بلدته وبعجنه لكن انت ولا على بالك بالفترة الجاي بالفترة الماضية كنت كتير مقرقينك هدول الشخصين او الاشخاص لكن بالفترة الجاي رح تكون كتير قادر على النسيان وانك تفتح صفحة جديدة خالية من هدول الاشخاص وعم تنجح وعم يسبب هذا الاشي غيره من طرف هدول الاشخاص عم بشوف في ايدك شغلة كانت عبارة عن وهم او يعني رزقة رزقة عم تيجيك كان بالنسبة اليك عم بتفكرها صعبة كتير بالحصول عليها لكن عم بتلاقي نتيجة ممكن يكون كمان تقدم في العمل في العمل بالفترة الاخيرة عم بتشوفك شخص جديد في تعاملك مع الاخرين كلهم عم بتطلعوا عليك انه هلا هذا نفس الشخص اللي كنا نتعامل معاه لا هذا شخص تاني عم تغير جلدك في هاي الفترة بالنهاية اخر ورقة طلعت معاي اللي هي احدث فترة ممكن في العمل والدراسة وعم تجني ثمار عم في شغلات سابقة انت عملتها في القديم كنت مفكر انه خلص انا ما يعني راحت علي وما ما حاخد النتيجة الحلوة اللي من بعدها لكن عم بشوفك يعني حاصل على هذا الاشي اللي في بالك عم بشوف في شخص مندفع تجاهك لكن انت شوي متأني في الموضوع شوي عم بتفكر بطريقة اللي هي بطيئة في الموضوع بحكي لك انه استعجل لانه الفرص ما بتيجي دايما مثل هذا الشهر او بهاي الفترة خلينا نشوف العلاقات العاطفية العلاقات العاطفية اذا اول شي للعزاب بعدين المرتبطين اللي هم على يعني على علاقة حاليا مش منفصلين والازواج كمان نحاول نغطي الثلاث بالبداية بعدا بنروح للمنفصلين حاسي حالي ما خلطتهم مني حبيبي برج التور عم بشوف نفس الشهر الماضي في احتفالية او بتجهز حالك لا احتفالية معينة عم بيكون هذا الاحتفال من اجلك انت يعني ممكن يكون للعزاب زواج وكأنه هذا الزواج عم يكون منطقي اكتر من هو عاطفي ممكن يكون زواج تقليدي او الشخص اللي معانا عم بيغلب المنطق على العاطفة عم يدرس الموضوع منطقيا بحت اول شيء قبل شعوره نحيطك وقبل قلبه وعم بشوفه يعني عم بحلم فيك وكأنه انت شغلة كتير اعلى منه او احلى منه بحياتك بالمجال اللي انت فيه وكأنه عم بدو يتخذ هاي الخطوة لكن خايف شوي من الاجواء اللي انت فيها وكأنه في اختلاف بينك وبينه في اما الطباع او مش عارفة في اختلاف معين يمكن يكون في العمر ممكن يكون شخص اصغر منك هذا الشخص بميل بشرته للبياض اكتر للشعار اكتر او ممكن عيونه ملونة تكون اه شايفوا على هيك على حصان وعم وكأنه فارس احلامك فيه شغلات كتير من الشغلات اللي انت بتحلم فيها هذا الشخص جاي عالطريق بالنسبة للعزاب وعم بتشوفك العزاب عم بتقارن شخصين في بعض او قرارين في اه بعض بالنسبة للارتباط عم بتعد مش للعشرة عم بتعد للمية قبل هذا اه الموضوع عم يكون صعب عليك انك تتخذ هذا اه القرار لكن فيه شغلة حتبين لك اه اه او تنور لك بصيرتك وتتخذ هذا القرار في ممكن يكون في الليل يعني هيك باخر الليل خلص انا بدي ااخد قرار فبتتصل في الطرف الثاني وخلص انا انا اما تعبر عن مشاعرك او تقول له انا بدي ارطبط خلاص للناس طبعا عفوان للناس اللي عم بستنوا الاستقرار او بيحلموا فيه وانت من زمان بتدور على الاستقرار بدك تستقر حيحسس ان امورك مش عم بتكون اه مستقرة مية بالمية بالنسبة للازواج عم بشوف يعني عم تحتفل مع الزوج عم تتصافوا اكتر فيه شوية مشاكل كانت قديما لكن عم بيكون الطرف الثاني وكأنه هيك في ايدك او خاتم في اصبعك مش عارفة رح تكون متحكم بالامور ولكن بعواطف اكتر عم بتجيبها بطريقة كتير يعني حلوة وشفافة للسيطرة على الطرف الاخر وفي النهاية عم بشوفك بتسيطر عليه رغم المشاكل اللي حكينا عنها قديما كنت على ارض مش ثابتة كنت عم بتحس انه خلص الطرف الثاني ممكن يفكر بالانفصال او ممكن تكون عكسية الطرف اللي هو انت لكن في شهر تموز رح تكون الامور تمام التمام ورح تحتفلوا مع بعض او يمكن ترجعوا للذكريات القديمة الحلوة اللي كانت بناتكم الحب عم يتجدد انا شايفة للناس المرتبطين لكن مش متزوجين في نجاح في العلاقة في نجاح في امور عم بترتبها لحتى بالاخير يحصل في اللي هي خطوة كبيرة وكأنك عم بتجهز لنوع من الارتباط الجدي قبل هيك كنتوا عم بتطلعوا لبعد بغموض كانت في اسرار كان في اشخاص شخص واحد كان عم يدخل كان بعيد وقرب وعم بشوفوا بعيد في شهر تموز هذا الشخص لكن عم يطلع عليكم اما براقبكم أو حاقد هذا الشخص موجود بالورق والمرتبطين اللي مش متزوجين كمان في فرصة قدامهم ممكن تكون من برج ناري أو برج اللي هو هوائي ممكن يكون القوس الحمل هذا الشخص الجديد اللي عم يقرب ولكن عم بيقرب بخطوات بطيئة شوي لكن هو مستعد هو مجهز حاله اموره تمام تمام ما في عنده اللي هو مشاكل شغلات لا عم بيكون اموره امرتبة المشاكل او التعقيدات اللي كانت في حياتهم ورا ظهره عم بتبين خلينا نشوف المنفصلين والمطلقين من برج التور صار في طلقات بالفترة الماضية لبرج التور او انفصالات كتير كان في عندهم انفصال عن اشخاص او شخص بالاكتر الفترة الماضية كانت في طاقة البعد مسيطرة وها في نازعات كانت موجودة من قبل او شخص او شخص او شخص او شخص شخص الطاقة القديمة عندك كنت نلافف ظهرك وخلص ملت ما في امل كنت رافع السلاح يعني أو بدك تنتقم اللي هو كان فيه نزاعات كبيرة بناتكم أو حرب كان فيه مشاكل كتير كبيرة وحتى تدخل فيها أكتر من طرف الفترة الجاي عم بيكون صفاء أكتر في الجو غيوم شوي صفاء شوي وكأنه عم بيصير فيه أخد وعطى بينك وبين هذا الشخص عم بيحكي للمنفصلين اللي هم الحديثين أما من أشهر أو من أسابيع لكن اللي من السنين بتكون الاحتمالات عندهم أخف في الرجوع لشخص قديم إلا للمطلقين ممكن يكون فيه اللي هو حكي على أولاد اتفاق معين فيه فلوس بالموضوع عم بتنحل هاي المشكلة وبتروح لصالحك يعني عم تكون راضي في النهاية أو قنوع مهما كانت النتيجة رح تكون مبسوط آخر إشي بيّن عندي إنك الطرف الآخر عم بيكون وصل لقوة معينة إنه ياخد خطوة نحو الأمان من بعد اللي هو خلاص يعني انتهت الأمور بناتك وصار فيه استحالة إنه ترجعوا لكن فيه حنين وشغف من الطرف الآخر من أول ما تركته ولحد ديت هلأ عم يستمر الشغف والحنين إذن فيه فرصة للرجوع لبرج التور عم بيشوفك قوي كتير ورح يرجع ب رح يرجع بأمور حلوة أو خبرية حلوة بتخليك خلاص بدك تضلك معاه على طول من بعد كل هالصراعات ولهذا كله بترموه وراء ضهجكم وأكنه فيه كمان قبل الرجوع عم توصلك ميسج منه أو عم بيكون فيه تواصل يعني اللي هو رجوع شوي شوي مش الرجوع المفاجئ إنه خلاص إحنا رجعنا كذا لا بشوفك عم وكأنه أو الطرف الثاني عم بيكون حذر كتير بالخطوات راجع لكن راجع ببطء ممكن أول شي تكون بداية العلاقة اللي هي بعد أسبوع أو تتطور شوي وهذا عبارة عن تخطيط منك أو من الطرف الثاني إنه تبلشو مرحلة جديدة صافية وتحولو إنه تحلو المشاكل اللي بناتكم اللي سببت هذا البعض البعد. هذا اكتر اشي نبين بالنسبة للمنفصلين. خلينا نشوف سفي نصيحة من الكون او منطقة الكونية للكم. لبرج اذا التور. لبرج التور اذا. شو النصيحة بالفترة الجاي اللي هي شهر يوليو. بحكي لك حارب. حارب كرمال الشغلة اللي بتحبها. ما تضلك قاعد. اه ما تضلك قاعد واعمل مبادرات. انا بحكي على جميع الاصعدة هاي النصيحة على صعيد الشغل والدراسة والعاطفة. بقولك ما تضلك اه قاعد لانك عم بتضيع اه فرص. اه كون بالفترة اه الجاي متخذ او صانع قرار. اه ما تضلك بطاقة اللي هي الحيرة. لا. خد امشي. اه الحظ معاك هاي الفترة. فانطلق بالمشاريع او بالمشروع اللي انت يعني حابه. اه رح تنتهي بنجاح ولصالحك. فمن بعد ركود اه عم ببشرك ال الورق بانه اه في كتير نجاحات عالطريق. لكن نجاحات مبنية على قديش انت رح تاخد خطوات. ما رح تجيك هيك من الباب للطاقة. اه نشوف ازا في كمان. يعني هيك ورق اضافية. اه بشوف اه بحكي لك انه رح تكون سعيد في النهاية فما تغلب حالك كتير بال بالطاقة السلبية والتفكير والتشاؤم اه الفرح جاي. بحكي لك ودع ودع المشاكل وكذا. انت بتصنع السعادة في ايدك بالفترة الجاي. وهي جاي. هي جاي. ازا اه ورق كتير يعني حلو. خلينا نحكي بنسبة اه تمانين بالمية لبرج اه التور حبيبي. اه ازا ورق حلو. وقود لك لقلكم كلكم حبايبي ان شاء الله تكون يعني القراءة اه.